السلام عليكم بنا اتلقوا في فيديو جديد هاد النهار معكم اسيا من قناة اسيا مونت اليوم اجد لكم تيراميسو بدون بيض وبحشوة مختلفة يعني تيراميسو على طريقتي كيعجبني بالبانان والشوكولات وحبيبة الشوكولات كذلك كيجي زوين ومن الفوق انا زوقته هكا ودردرت عليه من الفوق شوية ديال كاكاو الحلو كيف ما كتلاحظو كيفاش كيجي وكيجي الطبقات ديولو اه بينين وزوين الماضاق ديالو رائع جدا 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 كنتمنى انه يعجبكم وان نمرو الان المكونات والطريقة التحذير عنحتاجو في المكونات عدنا قهوة اه معسرة كيف ما كتلاحظو درت اهنا في تبصيل غارق عندي جوج حبات ديال بانان عندي بسكوي ديال تيراميسو على هاد الشكل اللي كيتباعو هكا في المحلات تجارية هكا طويل انحتاجو كذلك جبن ديال ماسكربون رابعة او اي جبن عدكم يعني مشي بش ادديرو جبن ديال ماسكربون عندنا اه القجدة الطرية السائلة نسيطروا منها كيف ما كتلاحظوها كاتبها مكتوبة سما عندي اه الشوكولات هكا دوبته بنسبة للحشو هادا اكيد وحبيبات ديال الشوكولات اول حاجة قدي نطرب القجدة الطرية ونضيف عليها المسكربون ونرجعو من بعد كيف ما كتلاحظو هنا يا اه كنترب القجدة الطرية انخلات اطرب مزيان من لا تطرب عد غنضيف عليها جبن ديال ماسكربون او اي جبن اه كريمي عندكم كيف ما لاحظو من اللي اطربت ليا القجدة الطرية غضي نضيف لها جبن ديال ماسكربون وكنعود نأكد ان اي جبن كريمي يعني مشي بضرور ماسكربون لان انا ما كان ديروش تيراميسو مياه في المياه حقيقي يعني تيراميسو على طريقتي وكي يجي بنين وكي يجي اه هكا الواحد يبدل لمباش يدير كيف الفران ويديرش حال من حاجة بهد البيسكوي اه يدير بزر ديال الحويج كيف ما تلاحظو ادي تخلطو مزيان صافي من بعد ما طربنا اه القجدة الطرية وضفنا لها الجبن هكا كي يرجع القوام ديالو كي يرجع شوية عاقد وزمين صافي غدين بدأوا اه بهكا مول زجاجي او اي مول على حسب برغبة ديالكم وغادي نبدأ اه ندير اه البيسكوي هادين نفزقو بالقهوة وكيف ما كتلاحظو هاد الجيه الحرشة هي اللي كتكون لتحت يعني ما يمكنش ان نديرو هي الفوق اه كيف ما كتلاحظو همقام استمره باش نكمل الطبقة كاملة وانا كندير هادك الجيه الحرشة هي لتحت همقام استمره على هاد الكيفية حسن نكمل اه المول ديالي كامل نعمره بالطبقة الاولى ديال البيسكوي وكن نديرو بهاد القهوة كنغطسو فيها صراحة كي يجي لوجو ديالو زوين ومادق ديالو بنين اه من بعد كيف ما كتلاحظو كنضيف القجدة الطارية اه كنضيفها وكنصرحها مزيان كنصرحها واباش تكون طبقة متساوية وتكون مقدم زيان صراحة سهل جدا جدا يمكن لكم ضغيات تقدوه في طرف نصف ساعة ما كاملاش كيف ما كتلاحظو ودبا كيف ما كتلاحظو الان كنا نستف القطاع ديال الموز او البانان على هاد الشكل يمكن لكم ما شبش اي اه اي ديسر عندكم اه سواء هكا عو تانية الاججاس او البيعوي التهوز وين الكيوي يعني اه لا تفنوا يعني على حسب كل واحد والضبق ديالو كذلك الشوكولات اه سهوية اللي كيعجبوه ماشي مشكل اللي ما كيعجبوش ماشي مشكل انهو ميديروش امقام السمرة انا هكا على الشوكولات بشكل عشوائي هادي نديرو هكا شوائيا همقا ندير هكا خطوط خطوطا نكمل الكمية ديال الشوكولات اللي عندي ومن بعد هادي نضيف حبيبات ديال الشوكولات كيمكن لكم كذلك اه تستغنوا على هذه المرحلة وتزيدوا فقط هكا اه الفواكيل الجافة مثل القرقاع او اللوز او كذلك الزبيب يعني على حسب الضوء ديالكم انا هديكا فكرة اعطيتكم وانتوما على حسب الضوء ديالكم كلكم تعمروا الحشوة وباللي عندكم في البيت تيالكم صراحة كيجيزوين انا كل مرة وباش كنعمرها وهاد المرة انا اكسر ايكا يعجبني البانان حيث كيتوتى بزاف مع الشوكولات ذاكشي علاش دروري وقت ما كندير الحشوة ديال البانان كندير فيها الشوكولات اهنا يا صافي من اللي سالي الطبقة صافي قادي نكمل عاوساني بنفس الكيفية قادي نغتص اللي بيسكوي ومن بعد قادي نغتصهم في القهوة من بعد من اللي نكملها كذلك قادي نضيف طبقة ديال الكريمة من الفوق قادي نزيين كيبقى على حسب الرغبة ديالكم يعني انتم مو كيفاش بغيتوا تزيين ديالو يمكن لكم تخلي وهكيف ما قادي نديروا دابا هكا السامبل وقدروا عليها الكاكاو ويمكن لكم تديروا هذا التزيين اللي ندير انادي نوريه لكم نمروا الآن بطريقة ديال التزيين انا درتها نفجي بحلواني اه درت الكريمة ديالي اللي متبقية وغادي ندير على شكلها كاكو ويرات او لا مارتاش قلي ياراسي ندير في حلوكا وعجبني في الاخر الدكور ديالو صراحة وعجبني كيف ما تلاحظوا معايا في الاخر اه مقام استمر على هاد الطريقة حتى غادي نكمل المول كامل بها الطريقة ورجعوا ليكم ان شاء الله هاتوا ما كيف ما تلاحظوا وغادي نزينوا اه بالبدرة ديال الكاكاو الحلوة يعني ماشي المرة على هاد الشكل هذا صافي وغادي نحطوه في التلاجة من الاحسن ديروها للاقبل من الاحسن يبقى في تلاجة هاك كيبات في التلاجة او تديروه في الصباح وتخليوه النهار كامل هو في التلاجة عد باللي يمكن لكم تساكلوه اه صافي هادا هو الوصفة ديالنا صراحة كنتمنى انا هاتنا الاعجاب ديالكم ومن اللي غادي نقطعها غدا في الصباح ان شاء الله غادي نوريكم اه كيفاش كتجي الطبقات ديالو صراحة كي جيزوين انا هندخلوه تلاجة لانه ضروري خستو يدخل تلاجة للاك كاملة حدرتو انا باللي وهنا املي دازت للاك كاملة باش بغايت نقطع على الائلة ديالي اه هنقطع عليكم انتم اللي وانتشوفوها صراحة كتجي اه رائعة في المضاق اه يعني نبدله شوية هكا يعني اه ما واحد ما بغاش يطيب ما بغاش يدير هكا كاك في الفرن يعني بسكوي اه يقضي الغراض وتفرحوا بها وليداتكم والعائلة ديالكم الصغيرة كيف ما كتلاحظو هنا من اللي قطعتها كتجي اه طبقات رائعة جدا والبناء اه لا تقاوم صراحة لان كيف ما اصبق لي وذكرت البنان كيتوتى بزف 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 مع الفر مع عفوا مع الشوكولات كيف ما تلاحظو اه الشي كيفاش كيجي كيجي زوين زوين بزف كنتمنى انكم تجربوها وتردو علي الخبار وتشاركوها وتفعلو الجرس وتشتركو في القناة اللي باقي ما مشتركش